طالما أثار التحالف الإسلامي الذي أعلن عن ولادته بشكل مفاجئ في الرياض جدلا حول حقيقة الهدف الذي أقيم من أجله والذي جاء بعد وقت قصير من تأكيدات أمريكية لنشر قوة برية في العراق وسوريا للقضاء على تنظيم داعش عادت كل من واشنطن والرياض لتعلنان يتيهم التدخل العسكري المباشر في سوريا على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ووزير الخارجية السعودي عادل جبير الجبير جدد الحديث عن إمكانية إرسال المملكة قوات خاصة إلى سوريا للقضاء على داعش مبينا أن مفتاح إلحاق الهزيمة بهذا التنظيم هو في تغيير نظام بشار الأسد أما في العراق فقد ربط هزيمته بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها قبل عام ونصف والتي تهدف إلى ضمان توزيع السلطات بعدالة بين مختلف الطوائف وتزامن التصريحات لجبير مع إعلان كارتر عزم واشنطن إرسال مزيد من القوات إلى العراق والأراضي السورية والمشاركة في عمليات تحرير الموصل والرقة المدينتين التي تشكلان معاقل داعش الرئيسة وذلك من خلال توحيد الجماعات التي ترغب بقتال المسلحين مصادر دبلوماسية سعودية توقعت أن تبدأ قوات عربية من المملكة وقطر إضافة إلى تركيا عمليات برية داخل سوريا بمشاركة وحدات عسكرية أمريكية وبريطانية لمضاردة التنظيم وتمكن قوات المعارضة من السيطرة على الأراضي التي يتم طرد الإرهابيين منها كما إنها ستعمل على إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية المجاورة للحدود مع تركيا دون انتظار موافقة من أي دول معنية وكان المتحدث العسكري السعودي اللواء أحمد عسيري قد كشف عن غارات ينفذها طيارون سعوديون على مواقع لداعش في سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولية معلنا أن التحالف الإسلامي الذي دعت إليه الرياض مؤخرا سيرى النور قريبا اشتركوا في القناة